من ضمن الاسئلة انا اداة بقسم عبري لسه في سنة اولى كنت عاوز ابدأ عشان يبقى عندي الخبرة الكافية عشتغل في مجال الاتشار اعمل ايه? البدايات بمعنى ايه البدايات انك تهتم بيه لغة الانجليزية برامج الافس كلها تهتم انك تقرأ في مجال موارد البشرية بشكل كبير وانت فيه الكلية تهتم بقى انك توجه التدريبات الصيفية وتعمل لو فيه اي مكان حابب ان هو يستقبلك فيه صيفي فيه قسم الموارد البشرية. لو طرف تشتغل آآ في قسم موارد البشرية اشتغل لو طرف تشتغل اي شغلانة تنامي موارد التواصل عندك اشتغل المهم انك تبقى عندك بتاعك لما تيجي قراءت اي آآ ان انت اتترikk في مكتب آآ حاجة خاصة بالموارد البشرية. انك اشتغلت عندك خبرة عندك انشطة طلابية. حتى في الانشاطة الطلابية ممكن تاخد فيها جوز الـ تقول مسلا في الانشاطة الطلاب انك كنت مسؤول عن اختيار الناس اللي كانت موجودة في الانشاطة الطلابية. كل حاجات دي وانت عاد في الانترفيو اجي اسألك مسلا تارف ايه عن تبقى انت عندك معلومات هتقول لي طب انا ما درستهاش انا ده بعبري. لأ انت اسنية كلية تجيب الكتب بتاعت خاصة بلغة الانجليزية عشان تتعلم على المصطلحات تتعاوض على المصطلحات. تبقى انت عارف العلم ده عامل ازاي تبقى ايه? يقول لك ايه هي عناصر الاتش ار? ايه هي انواع الاتش ار? ايه هي التخصصات لجول الاتش ار? تبقى انت بس تفاهم الديتلز والتفاصيل دي. اشترك في الجروبات بتاعت الاتش ار والناس اللي بتتكلم في علم الاتش ار. وحاول انك تاخد كورسات فيها اولاين. حتى لو مجانية تلاقي حاجات كتيرة جدا جدا اولاين. وعملنا على فكرة كورس كامل هتلاقيه على آآ موجود على صفحة اسمية على اليوتيوب ممكن تلاقيه قائم التشغيل. فوضع ده في الاعتبار. ولكن اشتغل من البداية الاولانية. كمان مهم انك بعد التخرج ما ديبقاش مكتوب اداب قسم عبري. آآ خط كورس قسم عبري. دراست قسم عبري. لأ. شيل بقى كل حاجات العبري دي وخليه كفاكل تفقرت جامعة كزا. كلية كزا. والباقي كله بيمشي على او رايح على مجال الاتش ار. وان شاء الله تجد فيها فرصة عمل بعد التخرج. لو اشتغلت ان شاء الله. حاول ان يكون عندك دبلوما في الاتشار عشان تعادل هذا الموضوع. وربنا وفقك وكتب لك كل خير. كتير بتبقى حيران وبتوجهك اسئلة حاجة بتعرف اجابات لها. تتتواصل معي وتعمل لك تقييم استشاري الشام الخاص بيك. لمزيد من التفاصيل. تتواصل معي عبر صفحة رسمية على الفيسبوك. صفحة عطية.